إذن بعد استماعكم الجيد للنص عن أي شيء يتحدث؟ جيد يتحدث النص عن جمال الوطن وطيبوبة أهله وأناسه لاحظوا معي الآن المشاهد جيداً ماذا تشاهدون؟ جيد هناك حافلة يركبها أطفال هناك آباء وأمهات يلوحون بأيديهم جيد هناك خياماً منصوبة إذن أعزائي من خلال العنوان رحلة كشفية والمشهد الذي تشاهدون عن ماذا يمكن أن يتحدث النص سجلوا توقعاتكم في ورقة لكي تقوموا بمقارنتها بما جاء في النص الآن استمعوا جيداً لقراءة النص رحلة كشفية ظهر التباشير الصباح في الأفق فضعفت أنوار النجوم وغاب أكثرها في هذا الوقت كانت الحافلة تغص بالكشافة وما إن هضر محركها حتى أطلت الرؤوس من النوافذ ضاحكة مرددة إلى اللقاء إلى اللقاء ولوحت أيدي الآباء والأمهات بالوداع وهم يدعون لأبنائهم بأمان الصفرة وسلامة العودة عند الزوال حل الكشافون بالمخيم رفقة قائدهم كان المخيم في غابة تقع عند سفح جبل تظلله أشجار الأرض والصنوبر والفلين أنزلوا أمتعتهم من الحافلة تعرفوا المكان في سرعة نظفوه من أوراق الشجر الجافة والأعواد اليابسة أقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام حولها خططوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية قضى الكشافة في المخيم أياما ممتعة يصحون مبكرين يحيون العلم الوطني ثم يتوزعون إلى فرق هذه تنظف الأرض وتلك ترتب الخيام وأخرى تعد الطعام بعد ذلك يمضون متجولين في الغابة أو متسلقين الجبل يستمتعون بجمال الطبيعة ويلتقطون الصور ويخصصون بعض الوقت للألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية ومع كل هذا كانوا لا ينسون قراءة الكتب والقصص وكتابة الرسائل للأهل والأصحاب وتدوين كل ما يستهويهم في الرحلة في مذكراتهم مضت أيام الرحلة سريعة كانت مناسبة للاطلاع والاستكشاف ولطريد الأجسام وتقويتها كما كانت فرصة للتدرب على الصبر والمثابرة والتعاون والتسامح والاعتماد على النفس إذن بعد قراءتنا للنص سنحاول الآن فهم مضمونه لنعد قراءة الفقرة الأولى ظهر التباشير الصباح في الأفق فضعفت أنوار النجوم وغاب أكثرها في هذا الوقت كانت الحافلة تغص بالكشافة وما إن هضر محركها حتى أطلت الرؤوس من النوافذ ضاحكة مرددة إلى اللقاء إلى اللقاء ولوحت أيدي الآباء والأمهات بالوداع وهم يدعون لأبنائهم بأمان الصفرة وسلامة العودة نقوم الآن بشرح الكلمات الصعبة فما معنى تباشير الصباح؟ جيد تعني أوائل ضوء الصباح وما معنى تغص التي وردت في جملة الحافلة تغص بالكشافة؟ صحيح تغص تعني تمتلئ من يركب كلمة تغص في جملة؟ جيد المحطة تغص بالمسافرين جاءت كلمة هضر في ما إن هضر محركها فما معنى هضر؟ نعم تعني دواء وما معنى كلمة لوحت؟ جيد لوحت تعني رفعت لنقوم بتركيبها في جملة أجل نقول كان الأطفال يلوحون بأيديهم من الحافلة إذن ماذا فعل الكشافة لدى ظهور تباشير الصباح؟ صحيح ركب الكشافة الحافلة وهم يرددون إلى اللقاء إذن على ماذا تدل هذه الأعمال؟ جيد تدل على انطلاق الرحلة الكشفية وتوديع الآباء والأمهات لأبنائهم ننتقل إلى الفقرة الثانية عند الزوال حل الكشافون بالمخيم رفقة قائدهم كان المخيم في غابة تقع عند سفح جبل تظلله أشجار الأرض والصنوبر والفلين أنزلوا أمتعتهم من الحافلة تعرفوا المكان في سرعة نظفوه من أوراق الشجر الجافة والأعواد اليابسة أقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام حولها خططوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية إذن ونحن نقرأ هذه الفقرة صادفتنا كلمة سفح الجبلي فما معنى سفح الجبلي؟ جيد تعني أسفل الجبلي من يركبها في جملة؟ جيد نقول، جلست مع أصدقائي عند سفح جبل تضلله أشجار وماذا تعني كلمة نصب الخيام؟ صحيح، تعني أقاموا وبنوا الخيام من يقوم بتركيبها في جملة؟ نعم، نقول قمت برحلة إلى الطبيعة فنصبنا الخيام عند سفح الجبل إذن، من خلال هذه الفقرة كيف تصرف الكشافة عند حلولهم بالمخيم؟ نعم، قاموا بتنظيف المكان من أوراق الشجر الجافة والأعواد اليابسة ونصب الخيام كما خطط الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية إذن، ماذا تمثل هذه الأعمال؟ جيد إنها الأنشطة التي قام بها الكشافة في المخيم حتى يصبح نظيفا وجاهزا الآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة قضى الكشافة في المخيم أياما ممتعة يصحون مبكرين يحيون العلم الوطني ثم يتوزعون إلى فرق هذه تنظف الأرض وتلك ترتب الخيام وأخرى تعد الطعام بعد ذلك يمضون متجولين في الغابة أو متسلقين الجبل يستمتعون بجمال الطبيعة ويلتقطون الصور ويخصصون بعد الوقت للألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية ومع كل هذا كانوا لا ينسون قراءة الكتب والقصص وكتابة الرسائل للأهل والأصحاب وتدوين كل ما يستهويهم في الرحلة في مذكراتهم جاءت في هذه الفقرة كلمة تدوين كل ما يستهويهم فما معناها؟ صحيح تدوين تعني تسجيل من يركبها في جملة؟ ممتاز نقول التلميذ يدوين ما كتب على الصبورة وما معنى كلمة يستهويهم؟ نعم تعني يستميلهم لنركبها في جملة أجل نقول كرة القدم هي الرياضة التي تستهويني إذن بما كان الكشافة يبدأون يومهم؟ جيد كان الكشافة يبدأون يومهم بتحية العلم الوطني ثم يتوزعون إلى فرق هذه تنظف الأرض وتلك ترتب الخيام وأخرى تعد الطعام إذن ماذا تمثل هذه الأعمال؟ ممتاز إنها الأنشطة التي زاولها الكشافة في المخيم منها أنشطة رياضية وأخرى ثقافية حيث كانوا لا ينسون قراءة القصص والكتب وكتابة الرسائل للأهل والأصحاب والآن نمر إلى الفقرة الأخيرة مضت أيام الرحلة سريعة كانت مناسبة للاطلاع والاستكشاف ولطريد الأجسام وتقويتها كما كانت فرصة للتدرب على الصبر والمثابرة والتعاون والتسامح والاعتماد على النفس إذن عن أي شيء تتحدث هذه الفقرة؟ أجل تتحدث عن فوائد الرحلات الكشفية فما هي فوائد الرحلات الكشفية؟ نعم طريد الأجسام وتقويتها كما أنها فرصة للتدرب على الصبر والتعاون والاعتماد على النفس إذن أعزائي لا تنسوا قراءة النص جيدا وإنجاز أنشطة أنم معجمي المدرجة في الكتاب إلى اللقاء